بحب شعار بولوس في خطبته الوداعية اللي هي بتعبر عن كل خدمة بولوس قال لكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله هذا هو التعبير عن حياة وجوهر رسالة بولوس الرسول كان عايش لهذا الهدف ولهذا الغرض كما قال رسالته إلى أهل فليبي أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع كان عايش كان موجود حتى يتمم رسالة المسيح لكنه قال للقساوسة بكل أماني أنه مقيد بالروح كان مقيد بالروح أي أن وثقا وشدائد كانت تنتظر بولوس الرسول لأنه في أي مكان كان يذهب كان في اضطهاد كان في مكائد كان في تدبير مخططات ومشورات شريرة ضد الرسول بولوس لكن بولوس كان شخص شجاع كان شخص أمين واجه كل المخاطر واجه كل الصعبات من ناحية أخرى لأنه واجه هذه الأمور كان أمين ما خبر أو ما قال للقصوص شيء لم يختبره هو فقال لهم لا ترون وجهه بعدين تكلم عبارة بيستخدموها كانوا في العهد القديم أشهدكم اليوم أني بريء من دم الجميع هذه الكلمة كانت تطلق في العهد القديم يعني بقول في حسكيال إن لم تنذر الشرير موتا يموت لكن دمه أطلبه من يدك فهذه قضية مهمة جدا أنه دم الناس مطلوب من إيدينا أنه ما نضوع الفرصة بل نتكلم فيها وقال احترزوا لأنفسكم ولرعية الله التي أقامها الروح القدس لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه يعني كنيسة يسوع المسيحون شهادة لله المثلة الأقديم الروح القدس يسوع والله الآب فهو مثال رائع في هذا الشيء قال فضة وذهب لم أشتهي حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هذه الأيدي فبكل بساطة واجب بالقادة أن يكون راعي ألا يرعى الرعاة الغنم فالرعاية ليست وظيفة بل هي دعوة إلهية من فوق ذكرهم بالمخاطر أنه سيكون في ذئاب لا تشفق على الرعية فحذرهم وقال أن يسهروا أن يحترسوا أن يخدوا الانتباه ضد هذه المخاطر وفعلا تاريخيا حدث عدة بدع في هذه البلد منها دعاة التهويد منها بدع الغنوسية المتعددة اللي واجهتها الكنيسة بكل شراسة وحاربتها أيضا من ميليتوس ودع القصوص وطبعا تركوه بدموع وبحزن لأنه قال مش راح يشوفوا وجهه مرة تانية لكن رسالته مازالت إلى يومنا هذا وصدى مدرسة أفيسوس تسمع في هذه الأيام هل تكون أمين مع الرب؟